موسيقى نشرة لأهم الأخبار تأتيكم من قناة ياما الشباب معكم أنا مرو السوادي وهشام جابر نبدأ بالعنوية الحكومة ترحب بالموقف السعودي ومصادر تكشف عن تعثر المحادثات برفض الانتقالي الإماراتي دمج قواته تحت سلطة الحكومة مظاهرة في مدينة تعز تأييدا للحكومة الشرعية ورفضا للوجود الإماراتي في اليمن مليشي الانتقالي الإماراتي تقوم بتصفية جندي أسير في أبيان وتفاعل واسع مع حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الإماراتية موسيقى أهلاً قالت وكالة رويترز أن المحادثات التي تهدف لإنهاء الصراع النعنيف على السلطة في جنوب اليمن تعثرت إذ يستعد الجانبان على ما يبدو لاستناف القتال مما ينذر بمزيد من اضطراب في جبهة جديدة للقتال نعم ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين يمنيين إن بيان سعودية جاء بعد أن أبلغت أو بلغت المحادثات التي أجريت في مدينة جدة طريقاً مزدوداً وبدأ الجانبان في حجد القوات استعداداً لمزيد من القتال وبحسب الوكالة رفضت قيادة الانتقالية الإماراتي دمج قواتهم تحت سلطة الحكومة التي تدعمها السعودية وكانت الحكومة اليمنية الشرعية رحبت ببيان المملكة العربية السعودية حول تطورات عدم مبدية استعدادها الكاملة لما دعت إليه كما ثمنت الحكومة الشرعية موقف السعودية الرافض للتصعيد في محافظة الجنوب وكذلك تأكيد السعودية على ضرورة استعادة مؤسسات ومعسكرات الدولة وأشهدت الحكومة الشرعية بجهود السعودية في تصحيح المسار وضمان عدم الخروج عن أهداف التحالف ودعمها ومساعيها الحميدة للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني في أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى وكانت السعودية أعلنت الخميس أنها تتابع تطورات الأخيرة في عدن وتأسف لنشوب الفتنة مشددة على أن أي محاولة أو أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد تهديدا لأمن واستقرار السعودية والمنطقة بيان سعودي مهم جاء هذا باسم المملكة العربية السعودية وليس باسم التحالف العربي ويتضمن موقفها تجاه تمرد الانتقالي المدعوم من الإمارات وحمل لغة شديدة لهجة ووضع الإمارات في منطقة حرجة في الوقت نفسه أزال غموض الموقف السعودي إذ بدأ أكثر وضوحا في مضمونه وبنوده حيث دعا ميليشيات الانتقالي المدعوم إماراتيا إلى وقف التصعيد فورا ورفض مشروع تمزيق اليمن وجدد موقف الرياض رفضها المطلق لأي كيانات عسكرية ومسلحة خارج الحكومة الشرعية بحسب البيان متوعدا التعامل بحزم مع أي تقاعس أو تباطئ في تنفيذ وقف إطلاق النار البيان تزامن مع محادثات جدة غير المباشرة بين الحكومة الشرعية والميليشيات المتمردة التابعة للإمارات وركز تأكيد المملكة على ضرورة استعادة الشرعية لمؤسسات الدولة التي سيطرت عليها ميليشيات الانتقالي في عدن معلنا موقف الرياض عدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد باستخدام القوة أو التهديد بها مراقبون قالوا إن البيان السعودي جاء ملبيا لمطلب الشرعية واستجابة لشروطها ورفض هذا الجلوس في حوار مع الانتقالي حتى عودت الأمور إلى ما قبل انقلابه عليها لكن البيان يظل مرهونا بمدى استجابة الانتقالي الذي بات محشورا في الزاوية ومطالبا بسرعة الانسحاب الفوري من جميع المعسكرات والمؤسسات في عدن والالتزام بكل بنود البيان السابق للسعودية في العاشر من أغسطس الماضي وجاء الموقف السعودي الأخير بمثابة إنهاء وإلغاء للتمرد فهل سيسجب الانتقالي للبيان وينسحب فورا أم ستدفعه الإمارات للانسحاب من حوار جدة والتصعيد عسكريا حال الأرض وفي المقابل وقد وفرت السعودية غطاء سياسيا وإقليميا واضحا لحكومة الرئيس هادي فهل ستوفر دعما عسكريا ميدانيا وفعليا للقوات الحكومية لحسم المواجهة وإخماد تمرد وكلاء أبو ضبيا والسعادة عدن بحيث ترجم المملكة تعاهد بيانها بالحزم فعليا؟ على صعيد المتصل شهدت مدينة تعيز تظاهرة حاشدة لمطالبة قيادة التحالف والشرعية بإنهاء دور الإمارات في التحالف وتواجدها في اليمن ودعا ميات المتظاهرين بساحة الحرية بعد صرات الجمعة بعدم إجراء أي حوار مع الميليشي الانتقالي قبل انسحابها من المعسكرات والمقارات والمؤسسات الحكومية وتسليم السلاح للدولة ومنع تشكيل أي ميليشيات خارجة أو مؤسسات الجيش والأمن ورفع المتظاهرون شعارات وهتفات تصف التواجد الإماراتية بالاحتلال وأن لا حل مع انقلاب ميليشيات الانتقالي والحوثي سوى الحسب كما دعوا إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية وقطع العلاقات الدبلوماسية معها كما تصاعدت الاحتجاجات الغاضبة إزاء ممارسات وجرائم دولة الإمارات بحق المدنيين والجيش الوطني في اليمن ونظمت في اندونيسيا وعدد من المدن الأمريكية وقفات احتجاجية طالبت بطرد الإمارات من اليمن وتحرك لمحاصبتها دوليا على جرائمها بحق الجيش الوطني ورفع المحتجون لافتات مناهضة لدولة الإمارات مستنكرين القصف الإماراتي الغاشم الذي استهدف الجيش الوطني في العاصمة المؤقتة عدن هو بحافظة أبيان الخميس الماضي وانتهاكها للسيادة اليمن ودعمها لميليشي الانتقالي والانقلاب على الحكومة الشرعية هذا ومن المقرر أن تنظم الجالية اليمنية في هولندا وقفة أمام محكمة العد الدولية في لاهاي للاحتجاج على جرائم الإمارات بحق اليمنيين ويأتي ذلك فيما يواصل ناشطين وصحفيين يمنيين الحملات المناهضة لدولة الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ أو هاشتاغات مختلفة منها مقاطعة المنتجات الإماراتية تفاعل اليمنيون مع حملات إلكترونية واسعة للمطالبة بمقاطعة المنتجات الإماراتية كسلاح اقتصادي فعال لمواجهة العبث الإماراتي في اليمن طيلة الأربعة الأعوام الماضية دشل اليمنيون حملات عديدة تدعو إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية في أحدث رد على قصف طيران الإماراتي للجيش الوطني في عدن وأبيان أجنوبي اليمن حملات المقاطعة الاقتصادية لقى تفاعلاً واسعاً وغير مسبوق من قبل اليمنيين في الداخل والخارج نهيك عن تفاعل من قبل الناشطين العرب ولم تقتصر حملات اليمنيين على مقاطعة المنتجات الإماراتية التي أغرقت السوق اليمني خلال فترة الحرب بل امتدت لتشمل مقاطعة الطيران الإماراتي وهو ما يهدف إليه اليمنيون لضرب أدرع الإمارات المالية والاقتصادية واشتهر واسمان حمل أحدهما مقاطعة الطيران الإماراتي والثاني مقاطعة المنتجات الإماراتية بهدف الترويج للمقاطعة الاقتصادية للإمارات ودعوة جميع الأشخاص بالعالم إلى المشاركة في المقاطعة لاتخاذ خطوات عملية ضد أبو ضبي وانتهاكتها لحقوق الإنسان وفي هذا الصدد يرى اقتصاديون أن لهذه الحملات أثرا فعالا في ضرب القطاعات الاقتصادية حيث ستؤثر بشكل إضافي على الاقتصاد الإماراتي الذي يعاني أصلا من مشاكل ويسبب ضغطا إضافيا عليه نتيجة تغير توجهات وسلوك المستثمرين والشركات العالمية ومساهميها تجاه الإمارات كأحد أهم الوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط وحث اقتصاديون الاستمرار في حملة مقاطعات المنتجات الإماراتية لأن اليمن أكبر سوق للمصانع الإماراتية وخروج المستهلك اليمني سيسبب أزمة لدى الشركات الإماراتية بالإضافة لاستهداف الشركات الإماراتية الكبرى مثل طيران الإمارات والاتحاد وشركة إعمار وشركة موانئ دبي وشركة أدنك النفطية وغيرها من الشركات التي تشكل جزءا كبيرا من الاقتصاد الإماراتي كشفت أسرة العقيدة عبدالله أحمد القحمي عن قيام ميليشيا الإمارات بتصفية بعد علاجه في أحد مستشفيات محافظة أبيان وقالت مصادر مقربة من أسرة القحمي ليمن شباب إن ميليشيا الإمارات قامت باحتجاز العقيد القحمي أثناء إصابته جراء قصف الطيران الإماراتي على قوات الجيش في محافظة أبيان وتم نقله للعلاج في أحد المستشفيات مشيرة إلى أنها تلقت اليوم نبأ تصفيته من قبل عناصر ميليشيا الانتقالي الإماراتي وعبر نشطا في شبكات التواصل الاجتماعي عن إدانتهم واستنكارهم لما تعرض له الأسير وصفة هذه الأعمال بالجبانة والتي تتنافى مع الشريعة الإسلامية والأخلاق والأعراف القبلية شنت ميليشيا الانتقالي الإماراتي حملة اعتقالات واسعة في صفوف التجار بالمنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن استهداف مكتف للأسواق وتعطيل لمصالح الناس وتدمير ممنهج لميناء عدن تحت عنوين الانتقام من الخلايا النائمة سياسة ضرب القطاع الخاص والتجاري في عدن عبر ميليشيات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا لها جذور تاريخية منذ الاستقلال وتعاود الظهور مجددا لتدمير القطاع التجاري الخاص وإفقار المدينة والسكان خدمة لمصالح خارجية تستهدف ميناء عدن ومنذ تحرير عدن من ميليشيات الانقلاب الحوثية ازدهر ميناء عدن وعاش أفضل مواسمه من حيث كثافة الحركة وبلغت وارداته خلال العام الماضي قرابة أربعمائة ألف حاوية لكن تلك الإنجازات صارت في مهب الريح سوق المنصورة والسنافر والسائل ومطاعم وفنادق وشركات اقتحمتها الميليشيات في عدن خلال الأيام القليلة الماضية وخطفت عددا من العمال والتجار ونهبت مخازنهم وقتلت عددا من تجار النقل والعاملين فيه خلال الأيام الماضية قالت مصادر مطالعة أن قيادة ميليشيا الانتقالية الإماراتي قامت بفرض مشرف على مؤسسة 14 أكتوبر وذلك لتسيير شؤون المؤسسة والضمان إصدار الصحيفة بشكل يومي وبما يتناسب مع السياسة الانتقالية وقالت المصادر أن المشرف الذي فرضته ميليشيا الانتقالي ليس ضمن تاقم المؤسسة وأضافت ليمن شباب أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والنشر رياض محفوظ ومدير تحرير الصحيفة عبد الرحمن أنيس علقوا نشاطهم بشكل فوري منذ أن سيطرت ميليشيا الانتقالي الإنقلابية المدعومة إماراتيا على المؤسسة وإشارت إلى أن هناك ضغوطات كبيرة تمارس على العاملين بالمؤسسة وإملاءات لكي يتم الإصدار بشكل يومي ودون توقف يذكر أن ميليشيا الانتقالي اقتحمت مؤسسة الرابع عشر من أكتوبر للصحافة والنشر بمديرية المعلة منذ اليوم الأول لسيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن قبل نحو شهر حيث تقوم بإصدار إعداد يوميات تروج للانتقالي وتصف عيدروس الزبيدي بالرئيس في خطوة شبيهة بما فعلته ميليشيا الحوثي الانقلابية عند سيطرتها على صنع اغتال مسلحون مجهولون أحد أفراد قسم شرطة موريس وسط مدينة الجبارة بمنطقة موريس محافظة الضالة وقال مصدر أمني ليمن شباب نت إن الجندية أحمد محسن القدام أحد أفراد أمن موريس تعرض لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين أثناء تواجده بالقرب من مبنى قسم الشرطة وسط مدينة الجبارة قبل أن يلوذ بالفرار وتعد هذه الحادثة هي الأولى في منطقة موريس والتي تأتي في سياق الحرب على القوات التابعة للشرعية وتحديدا في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانتقالية المدعومة إماراتية التي تهدف لضعف أجهزة الأمن وقوات الجيش لتنفيذ أجندات خارجية داعشية الدولة الإماراتية نهجت أساليب الاختطاف والتعذيب بحق أبناء المحافظات الجنوبية الموالين للشرعية والرافضين لمشروع التمزيق وأنشأت لهم عددا من السجون السرية ومارست بداخلها أفضع أساليب التعذيب حتى الوفاة وأستخدمت كل أساليب القمع والملاحقة والتخويف والترهيب بشكل منظم لم يطلق اليمنيون على الإمارات اسم الدولة الإماراتية الداعشية ووصف الدولة المارقة من فراغ وكذلك تسميتها بالدولة الإيرانية فهي مزيج من كل ذلك فمنذ دخولها اليمن وهي تمارس جرائم إرهابية وتتبنى مشاريع إيران وأساليب داعش وسياسة الدولة المارقة إذ ارتكبت عبر شبكات الإغتيال مئات الإغتيالات بحق أئمة وخطباء المساجد والدعاء والمعلمين والضباط الموالين للشرعية في العاصمة المؤقتة عدن وامتدت جرائم الإغتيال إلى حضر موت والضالع ومارست عمليات الصحل والذبح عبر وكلائها داعشية الدولة الإماراتية نهجت أساليب الاختطاف والتعذيب بحق أبناء المحافظات الجنوبية الموالين للشرعية والرافضين لمشروع التمزيق وأنشأت لهم عددا من السجون السرية ومهرست بداخليها أفضع أساليب التعذيب حتى الوفاء واستخدمت كل أساليب القمع والملاحقة والتخويف والترهيب بشكل منظم ومن حيث أن الإمارات بدت دولة إيرانية يقول اليمنيون في وسائل التواصل إن أبو ظبي اشتركت مع طهران في دعم الحوثيين ورعايتهم والدفع بعلي عبدالله صالح للتحالف معهم لتنفيذ الإنقلاب والشياح صنعاء ورفدتهم بملايين الدولارات وتوج دعمها لهم بسيطرتهم على العاصمة ومؤسسات الدولة وجنوبا تبنت الإمارات دعم الفصائل الحراكية المدعومة من إيران منذ وقت مبكر وعلى رأسها عيد الروس الزبيدي الذي أعلن صراحة تحالفه مع طهران في العام 2010 ومن خلال تبنيها كذلك لمشروع التمزيق الذي يقوده علي سالم ألبيض المقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت والذي أنشأ محطة تلفزيونية تدعو للإنفصال تحت مسمى عدن لايف وتبث من بيروت بإشراف مباشر من حزب الله الإرهابي خلال السنوات الأربع الماضية قدمت الإمارات في عدن خدمات كبيرة للمشروع الإيراني وأنشأت التشكيلات والأحزمة الأمنية الانفصالية لتنكشف بشكل صارخ مع مجريات التمرد المسلح الذي أقدمت علي عبر أوكلائها من خلال تقاربها المعلام مع إيران وذهبها مؤخرا إلى طهران لعقد تفاهمات مع النظام الإيراني واستجابتها الصريح للمطالب الإيرانية لها بالانسحاب من الجبهة في شمال اليمن وسحب معداتها وسلاحها إلى عدن وإضعاف الشرعية في عاصمتها المؤقتة إيرانية السياسة الإماراتية وداعشية سلوكها تكاملت مع نهج الدولة المارقة وتجلى ذلك في انتهاكها لسيادة الدولة اليمنية وسعيها الصارخ لتمزيق اليمن واحتلال جزر وموانئ ومطارات البلاد والتحكم بآليات الاستيراد للبضائع ومنع الحكومة اليمنية من تصدير النفط وتعطيل سلاح الجو اليمني ومؤخرا استهداف الجيش اليمني بسلاح مقاتلاتها التي ارتكبت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 300 جندي وضابط في عدن وزنجبار أبيان أعلنت ميليشيا الحوثي استهدف مطار نجران الأقليمي جنوبية السعودية بصاروخ باليستي وقال المتحدث العسكري باسم الميليشيا أن الصاروخ استهدف مرابض الطائرات بدون طيار في مطار نجران وأصاب هدفه بدقة عالية وتسبب في تعطيل الملاحة الجوية في المطار ومن جهته أعلنت قوة التحالف العربية اليوم الجمعة أن الميليشيا الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا من محافظة عمران بمديرية حرف سفيان فسقط داخل محافظة الصعود وفي وقت سابق فأفادت مصادر أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران جنوب السعودية وكانت الدفاعات الجوية السعودية دمرت أيضا الخميسة صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران كما دمرت تحالف الأربعاء صاروخا باليستيا أطلق من صعد وسقط داخل المحافظة حمل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الجمعة إيران المسؤولية الجرام التي ترتكب ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن ضد المدنيين وقال إسبر للصحفيين الحوثيون يرتكبون الفضائع في اليمن وتحركهم إيران وبشأن استهداف الحوثيين للسعودية قال الوزير الأمريكي السعودية لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات شبه اليومية التي تشنها ميليشيات الحوثية قالت العضو في الفريق الأممي المعني برصد انتهاكات حقوق الإنسان باليمن ميليسيا باركي إن حصيلة القتلى من المدنيين جراء الحرب تقترب من عشرة آلاف قتيل وأضافت باركي أن حصيلة القتلى أكثر بكثير مما تظهرها الأرقام الرسمية مشيرة إلى أن الفريق ليتمكن من تحديد دقيق لاستمر الحرب وتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة وأوضحت أن هناك 24 مليون يمني أي 80% من السكان بحاجة عاجلة للمساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة وأشارت المسؤولة الأممية إلى وجود مراكز اعتقال سرية تابعة لميليشي الحوثي والإمارات يصعب الوصول إلى بعضها حثت 17 منظمة غير حكومية فرنسا مجددا على التوقف فورا عن بيع السلاح للسعودية ودولة الإمارات خصوصا بعد صدور تقرير جديد عن الأمم المتحدة بشأن الوضع المأسوي في اليمن وأوضحت هذه المنظمات التي تعني بالشؤون الإنسانية والدفاع عن حقوق الإنسان أنها تكرر دعوتها استنادا إلى حدثين مهمين حصل هذا الأسبوع وتابع البيان لقد قتل الأحد أكثر من مئة محتجز في غارة جوية في ذمار غربي اليمن كما كشف تقرير صدر الثلاثاء عن مجموعة خبراء في الأمم المتحدة حول اليمن فضاحة وعنف الهاجمات على السكان المدنيين في اليمن والضرورة الملحة لعدد من الدول مثل فرنسا كي توقف تغذية النزاع بالسلاح توفي أحد المعتقلين والمغفيين قصران الخميس في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية متأثرا من عملات التعذيب الوحشية التي تعرض لها بعد ثلاثة عوام من اعتقاله وأفادت مصادر محلية أن المعتقل علي عبدالله حسن العمار توفي الخميس في سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي ميليشيا الحوثي والإهمال الصحي طوال فترة اعتقاله وتعرض المعلم والتربوي علي العمار الذي اختطفته ميليشيا الحوثي قبل ثلاثة عوام لأصناف من التعذيب والتنكيل حتى وفاته داخل المعتقل وينتمي العمار بحسب المصادر إلى مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة وكان يشغل وظيفة رئيس قسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية بمديرية حيس وبوفاة العمار يكون عدد المعتقلين الذي توفه في سجون ميليشيا الحوثي قد ارتفع إلى 137 معتقلا وكانت نقابة المعلمين اليمنيين كشفت مؤخرا أن أكثر من 1500 معلم ومعلم قتلوا على يد ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية وإشعال الحرب قبل أكثر من أربع سنوات إضافة إلى تعرض قرابة 2400 من العاملين في القطاع التعليمي باليمن لإصابات نارية مختلفة نتج عن بعضها إعاقات مستدامة يشار إلى أن ميليشيا الحوثي تحتجز في سجونها الآلاف من اليمنيين المناوئين لها وتمارس بحقهم أبشع أنواع التعذيب بحضور مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور عبد الرب الأكحلي تم يوم الخميس في مبنى إدارة شرطة مديرية أمن الشميتين إجراء عمليتي التسلم والتسليم بين المدير السلف العقيد عبد الكريم السامعي والمدير الخلف العقيد محمد عبد المقبل العليمي والذي تم تعينه بقرار من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري وأكد مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي أن العمل الأمنية يتطلب مواكبة المتغيرات والالتزام باللوائح والقوانين الشرطية كما أكد على أهمية الانضباط والالتزام بتوجيهات القيادة الأمنية لما فيه المصلحة العامة كما شدد العميد منصور الأكحلي على ضرورة التعاون مع مدير الشرطة المديرية الجديد العقيد محمد عبد المقبل العليمي حتى يتمكن من القيام بمهامه وواجباته التي تهدف إلى استثباب الأمن وفرض هيبة الدولة وبسط نفوذها أطلق سراح الرائد عبيد بازوهير ومرافقه صباح اليوم بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله من قبل مجامعة قبلية بمحافظة مأرب وتأتي ويأتي إطلاق سراح بازوهير ومرافقه بعد تدخل وساطات قبلية ومجتمعية لإخلاء سبيل المختطفين وعبر أهالي المختطفين عن استياءهم الشديد من فشل قيادة المنطقة العسكرية الثانية ومحافظ حضر موت المتمثلة في اللواء الركن فرز سالمين البحسني في الإفراج عن أبنهم أحد أفراد المنطقة الثانية ويشار أن الضابط بازوهير قضى نحو ثلاثة أشهر منذ أن تم اعتقاله خارج نطاق القانون على يد قبائل مارقة بمحافظة مأرب عند ذهابه في مهمة أسندت إليه احتفلت منطقة السحيل والخليف في مدينة تاريم بوادي حضر موت شرقي اليمن بزفاف 36 عريسا وعروسا في مهرجان تواد في نسخته الأولى وسط حضور رسمي وشعبي كبير وبدأت مراسيم المهرجان بزفة العرسان عصرا على أنغام لعبة الزربادي والإلعاب الشعبية وقبيل انطلاق السمر الفني قدمت لجان الزواج الجماعي وجبة العشاء لأكثر من ثمانية ألاف من ضيوف مهرجان تواد بطريقة صلسة ومنظمة نالت استحسان الضيوف واختتمت مراسيم الرجال بإقامة السمر الفنية الذي تخللته مقطوعات فنية من كلمات وأداء والحان نخبط من فنانية المدينة قبل أن يكون الجميع على موعد مع أوبريت تواد الخير والذي اختتم به السمر الفنية هذا الزواج الجماعي وهو مهرجان تواد الأول من أهدافه اللي هو يعني خلق فيما بين أبناء هذه الحافة الودوى التراحم والتآلف وحقيقة يعني كل ما هو عامل يكون عامل أساسي في توحيد أبناء هذه الحافة نحن نسعى عليه جميعا وقد رأينا هذا في صباح هذا اليوم وقبل صباح هذا اليوم تقاتف الخدمات وتقاتف جميع اللجان العاملة من الشباب اقتصاديا شهدت أسعار العمولات الأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الريال اليمني خلال التعاملات المصرفية بمحلات وشركات الصرافة باليمن وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الريال يمني في محلات الصرافة بصنع خمسمائة وستة وخمسين ريال للشراء مقابل ستمائة وواحد ريال للبيع كما سجل سعر صرف الدولار في الأسواق المصرفية بعدا خمسمائة وسبعة وتسعين ريال للشراء مقابل ستمائة وريالين للبيع كما بلغ سعر ريال السعودي مقابل الريال يمني في محلات الصرافة مئة وستة وخمسين ريال للشراء ومئة وسبعة وخمسين ريال للبيع نهاية النشرة تذكير بالعنوي الحكومة ترحب بالموقف السعودي ومصادر تكشف عن تعثر المحادثات برفض الانتقالي الإماراتي دمج قواته تحت سلطة الحكومة مظاهرة في مدينة تعز تأييدا للحكومة الشرعية ورفضا للوجود الإماراتي في اليمن ميليشيا الانتقالي الإماراتي تقوم بتصفية جندي أسير في أبيان وتفاعل واسع مع حملات شعبية لمقاطعة المنتجات الإماراتية كان هذا كل ما لدينا من أخبار اليوم نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء إلى اللقاء